السلام عليكم ورحمة الله. نهاردة نكمل تعليمنا في الـ powerpoint. نفتح ملف الـ powerpoint. دولة تلاتة سلايدز ده ما احنا شايفين كده. هنتكلم النهاردة على الزوم. الزوم ده حاجة زي ترتيب لينا ان احنا هنشوفه دلوقتي ازاي بنعمله. لو ده خطنا كده عليها. وقالنا انسيرت سلايد زوم. نختار ايه السلايدز اللي احنا عايزين نعمل عليها زوم. هنختار التلاتة سلايدز. ونضغط انسيرت. ادي سلايدز الموجدين. نوزحهم كده مثلا. ادي التلاتة سلايدز. ايه التأسير بتاعهم? لو جينا احنا عملنا run. شغلناهم كده. هتضغط على مثلا اول سلايد كده. وبعدين تضغط تاني. ده عشان اخر سلايد. لكن احنا لو رجعنا كده مثلا اول السلايد اللي هو ده. تضغط عليه. تضغط تاني. تضغط تالت. وبعدين لغتنا تنتهيه سلايدز. طب احنا لو افترضنا ان انا عايز اضغط على السلايدز وارجع ليه تاني. في حاجة هنا عندنا اسمها النتجع اللي هو السلايد اللي احنا او الشريحة اللي احنا عطينا فيها السلايدز دي. او الزوم اللي احنا من عملناها. هنضغط عليه كده. في حاجة فوق عند الزوم. وفي زوم. وجينا على هنا وقلنا برضو زوم. وجينا هنا وقلنا زوم. وجينا عملناه وشغلناه. هتيجي لما تيجي تضغط على دي كده. وتضغط تاني رجعت للزوم تاني. لو ضغطت هنا تاني يرجعك للزوم تاني. لو ضغطت كده. يبقى احنا كده ايه. نقدر نرجع. اه. وفي الاخر ادي السلايدز خليز. يبقى احنا كده اه نقدر نخش من شاشة واحدة. لكل شريحة شريحة عرض. من الشاشة اللي موجودة. طب الشاشة اللي موجودة دي. مسلا ارترابنا ان انا عايز اعملها في اشكال. لو انا جيت اعملت مسلا هنا انسرت. اي شيب موجود. او اي اي ايونز مسلا. واخدرنا الشكل ده مسلا. اعملنا انسرت. دخلنا مثلا السلايد اللي هو دوت اللي هو الثاني دخلنا في الشكل ده كده ونيجي نعمل عليها هران هتبقى تظهر ادي تاني واحد دخلنا على ده كده يظهر لنا في الشكل اللي احنا شايفينه اللي احنا عاملينه بحس ان هي تبقى شكلها احسن شوية وهذه السلايد الثالث وممكن كمان ان احنا اللي سلايد نفسه نعمل له ديزاين ندخل بس هنا عند زوم هتختار الشكل ان الاشكال اللي موجودة ديت مثلا افترضنا ان احنا اخترنا الشكل ده وجينا على ده كده مثلا اخترنا الشكل اللي موجود ده حتى ده كمان تغير ديزاين بتاعه بحس ان انت لما تجي تشغله كده ايه بقى فيه الشكل اللي انت عامله في اللي هو السلايد الاولاني تدخل مسلا على السلايدز تدوس عليه ترجع له تاني السلايدز التاني تدوس عليه ترجع له تاني وهكذا وفيه كمان حاجة اسمها لو انت جيت هنا مثلا افترضنا ان السلايدز اللي موجود ده وهيرنا مثلا الخلفية بتاعته خلناها بالشكل ده لما ترجع السلايدز الاولاني هتلاقي الخلفية بتاعته بقى كده عايز تشغلها بتيجي هنا عند الزوم وتدوس على زوم باكجراوند بتشغله اصبح كده الخلفية مش ظهرة في السلايدز الرئيسي بحيث انت لما تيجي تعمل له ران هنا ادي السلايدز مفيش خلفية فيه لو ضغطت عليه كده هيزهر راه لك من غير الخلفية اللي موجودة بحيث ان انت شلت الباكجراوند بتاعته ستتهى وفقه لي الشريحة اللي فيها الزوم او التجبير الرئيسي الرئيسية اللي هي اللي في الاول في هنا في الزوم برضو هتلاقي جوه الزوم في حاجة اسمها سيكشن آآ زوم عشان نعملها لازم نزود كم سلايدز موجودين ونيجي مسلا على الاتنين دولة مسلا نعمل لهم سيكشن ومسلا دولة نعمل لهم سيكشن تاني دفنا سلايد فاضي مفيش حاجة ونيجي هنا نعمل انسيرت وهي عند الزوم هتلاقي في دلوقتي ظهرت سيكشن زوم سيكشن زوم عشان هتبقى زوم الموجودين هنضغط كده هيزهر لنا التقسيمين اللي احنا عاملينه التقسيم الاولاني والتقسيم التاني نختارهم كده مثلا وانسيرت بقى التقسيم ده عبارة عن تقسيم لما تيجي تعمل لوران تختار ده كده هيزهر لك ادي اول سلايد في التقسيم وده التاني سلايد اللي هما التقسيم كان فيه اتنين سلايد بس ولو دوست على التاني ضغط تاني ادي الثلاثة سلايد اللي موجودين فيها ادي التقسيم ده كان فيه سلايد ده وده ادي الثلاثة والتقسيم التاني كان فيه اللي هو الشريحة دي والشريحة دي والشريحة دي بحيث ان احنا بقت اللي هو الزوم نقدر تبقى وجهة او وجهة رئيسية نخش على الشرائح منه ولو جينا هنا عملنا شريحة جديدة هتلاقي برضو فيه في الزوم حاجة اسمها سامري زوم سامري زوم دي لو ضغطنا عليها كده هنختار مسلا كل الشرائح اللي موجودة عندنا هنقوله insert تلاحظ ان هو اعمل كده وكامل اذهب لك هنا مثلا العنوان اللي انت هتكتبه طردنا ده عنوان العرض مثلا وجيت شغلت run او بدأت ان انت تشغل الشريحة دي ادي او الشريحة رئيسية تدخل منها على بقية الشرايح دي اللي هو اللي كانت فيها الزوم اللي احنا عملناهم للثلاث شرايح دولة تقدر انت تدخل فيها كده او كده مساعد متى تخلصهم تدخل مسلا الشريحة التانية تدخل على التالتة يبقى انت كده السامري زوم او ملخص لكل الشرايح اللي موجودة ممكن تحطها في شريحة واحدة رئيسية تقدر تتحرك منه ولو انت روحت للشريحة اللي فيها الزوم وضغطت فوق كده مثلا عند الزوم هتلافي على الشمال خلص فيه حاجة اسمه تشينج امج او تغيير الصورة اللي انت على الايكون او الزوم نفسها نطغط عليها كده مثلا نقوله تشينج امج ممكن من من الجهاز عندك او ممكن مثلا الاستوك او المغزن اللي موجود في الاوفيس افترضنا ان احنا اخترنا الصورة دي هتلاحظ هنا بقى فيه صورة مغطية على الشريحة اللي بتربط ما بين الزوم ده وما بينه تيجي تعمل عليها ران كده وتضغط عليها توديك على الشريحة يتغير توديك على الشريحة نفسها بغض النظر عن شكل الصورة الغط عليها تاني يرجع لك لنفس الصورة دي طبعا تنفع لو انت عايز تغير اللي بره مكتوب حاجة واللي جوه مكتوب واللي الشريحة نفسها بتعرض الموضوع نفسه انا اكتفي النهاردة كده لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك لو مش مشتركين اشتركوا عشان جيلكم كل ما هو جديد شكرا والسلام عليكم ورحمة الله